اشتركوا في القناة اليوم هي خدمة تحويل الثور القديمة إلى ثور جديدة وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات المطلوبة ولا تحتاج لمهارة كبيرة بل كذلك سوف أشارك معك واحد من المواقع التي تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني يمكنك الاعتماد عليها في البداية وفي نفس الوقت تتعلم كيفية القيام بهذه الخدمة على برنامج الفوتوشوب إذن ولكي لا أطيل سوف أمر مباشرة لصلب الموضوع أتمنى منك فقط تجعب نقرأ زر إعجاب للفيديو وكذلك إذا كنت تشاهدون لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الشراك مع تفعيل زر الجرس إذن وكما تشاهد معي هذه الخدمة التي تحدث عنها وهي خدمة تحويل الثور القديمة إلى ثور جديدة هذه طبعا من الخدمات المطلوبة ولا تحتاج منك لمهارة كبيرة كما سوف تشاهد معي لك كثير من الأشخاص يقدمون على منصة فيفر وكذلك على منصات أخرى فهنا لا نقتصر فقط على فيفر يمكنك العمل على أي موقع خاص بالخدمات كما هو الحال هنا بالنسبة لهذا الموقع فهناك أشخاص كذلك يقدمون هذه الخدمة في هذا الموقع كذلك وعليها طلب مهم وبالتالي يمكنك استغلالها وتقديمها بطبيعة الحال في هذه المواقع لما نقوم بالدخول إلى إحدى الخدمات مثلا لهذا الشخص سوف تجد على أنه يقدم لنا الخدمة الخاصة بتحويل الثور بطبيعة الحال والتعديل عليها كما سوف تشاهد معي الآن بمبلغ 10 دولار ويقدمها في 12 ساعة وكما تلاحظ 177 تقييم إيجابي فإذا قمنا فقط بعملية حسابية بسيطة 177 ضرب 10 دولار فهذا الشخص فقط من هذه الخدمة حقق أزيد من 1700 دولار وبالتالي فهذا الأمر في منتهى الأهمية فبطبيعة الحال هنا الكثير من النماذج كما سوف تلاحظ معي الآن والشيء نفسه ينطبق على باقي الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمة والملاحظ أن هذه الخدمة تقدم بمبالغ بسيطة مقارنة مع الموقع الآخر فيمكنك شراء الخدمة مثلا هنا بـ 5 دولار وإعادة بيعها في الموقع الثاني الخاص بالخدمات فهنا تباع بـ 30 دولار بـ 20 دولار بـ 15 دولار وبالتالي يمكنك إعادة بيع نفس الخدمة بطاعة الحال وكذلك يمكن كمبتدئ لا تتقن استخدام برنامج الفوتوشوب ليعتماد على هذا الموقع الذي سوف يشاركه معك في هذه الحلقة والذي يقوم بتحويل الصور أو التعديل عليها لتظهر بشكل أفضل كيف ذلك فبعد الدخول للموقع طبعا سوف تجد الرابط الخاص بأسفل الفيديو في صندوق الوصف بعد الدخول تظهر الوجه على الشكل التالي تقوم بالضغط على هذا الخيار الموجود هنا ومن ثم سوف تظهر معك هذه العيقونة من خلالها تقوم برفع الصورة من الحسوب الخاص بك والتي تريد تحويل الشكل الخاص بها بطاعة الحال من صورة قديمة إلى حديثة نوعا ما مثلا هذه الصورة الموجودة لدي هنا في الحسوب سوف ننتظر قليلا لحين أن يتم تحميل أو رفع الصورة بالكامل للموقع والموقع سوف تكلف بالقيام بتحويل الصورة كما سوف تشاهد معي الآن هذا هو الشكل المبدئي للصورة وهذا هو الشكل الجديد للصورة يمكنك تحميلها من هنا بالنقر على هذا الخيار الموجود في هذا المكان وبعد ذلك يمكنك فتح الصورة من جديد بطبعة الحال هذه هي الصورة الجديدة وهنا طبعا الثورة القديمة كما ستشاهد معي الآن فرق كبير والصورة صبحت بشكل جيد وبالتالي يمكنك الاعتماد على هذا الموقع بشكل مبدئي بطبعة الحال لوضع الخدمة في الموقع الأهم هنا أن تضع بطبعة الحال الثورة قبل وكذلك بعد كما يفعل هذا الشخص هنا وتشارك النماذج بطبعة الحال وأي شخص يطلب منك الخدمة تقوم بالدعب لهذا الموقع وتحول الصورة بطبعة الحال وتقدمها إليه وسوف تحصل على الأرباح الخاصة بك وكما قلت فلا يمكن الاعتماد على هذا الموقع مئة بالمئة فالأهم اليوم هي الخدمة بحد ذاتها فيمكنك التعلم كيفية تحويل الصور بطبعة الحال باستخدام برنامج الفوتوشوب من خلال عديد الدورات سوف ترك لكم مجموعة من الفيديوهات السفل للفيديو كذلك والتي تشرح بالتفصيل كيفية تحويل الصور القديمة إلى صور جديدة كما سوف تشاهدون معي هنا لكثير من الفيديوهات بطبعة الحال لاستخدام برنامج الفوتوشوب وتحويل الصور فهذه الخدمة تستحق أن تتعلمها بطبعة الحال ففيديو من 10 دقائق إلى 20 دقيقة بإمكانك أن تتعلم من خلال كيفية تمام الخدمة بنفسك دون الاعتماد على أي موقع آخر وبطبعة الحال تعرضها للبيع في مواقع الخدمات بصفة عامة لن نتحدث فقط عن فيفر فيمكنك كما قلت الاعتماد على أي موقع يناسبك إذن هذا كل ما يقص هذه الخدمة فهي من الخدمات التي أعتبرها في متناول المبتدئين أي شخص يمكنه أن يقدم هذه الخدمة ويربح من خلالها أولى دولاراته بطبعة الحال في مجال الخدمات فأتمنى أن تكون مفيدة بالنسبة إليك وإن كان الأمر كذلك لا تبقى لا يبنى على زر إعجاب للفيديو أيضا إن كنت تشاهدون لأول مرة لا ترسل ضغط على زر الشراك مع تفعيل زر الجرس شكرا لك وإلى اللقاء شكرا لك